تجوال القصير بين الصحف العربية مشاهدين لهذا اليوم خصصناه للأخبار التكنولوجية والبداية من صحيفة الإمارات اليوم التي عنولت بين صفحاتها تريند مايكرو تطلق صندوق مشروعات بمئة مليون دولار أطلقت شركة تريند مايكرو المتخصصة عالميا في مجال حلول الأمن الرقمي صندوق مشروعات لاستكشاف أسواق التكنولوجيا الناشئة مشيرة إلى أن الصندوق الذي يبلغ استثماره الأولي مئة مليون دولار أمريكي سيركز على تطوير مجموعة من الشركات الناشئة الحاضنة للأفكار ودعم استمرارها في مركز الأسواق فائقة النمو واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة الغد الأردنية فيسبوك تحذف 66 ألف منشور أسبوعيا أعلن شركة فيسبوك أنها حذفت نحو 66 ألف منشور أسبوعيا خلال الشهرين الماضيين في إطار حملة لتصدي لخطاب الكراهية وأوضح عملاق الشبكات الاجتماعية أن حذف المنشورات قد يبدو نوعا من الرقابة لكنه أشار إلى أن العمل جار من أجل شرح العملية وتحسين تطبيقها لمواجهة الكراهية من اليوم السابع المصرية مشاهدين نطالع مايكروسوفت تطلق نسخة معينة من ويندوز 10 لحماية المستخدمين أطلقت شركة مايكروسوفت نسخة معينة جديدة من نظام تشغيل ويندوز 10 وتضم مزايا جديدة تعمل على حماية الأجهزة من فيروسات الفدية التي انتشرت خلال الفترة الماضية وتضم النسخة الجديدة عددا من المزايا الهم بما في ذلك خاصية كونترولد فولدرز التي تعمل على حماية الملفات بطريقة مبتكرة وإلى صحيفة الرأي الكويتية مشاهدين وكانون تطلق عدسة جديدة أطلق شركة كانون عدسة مبتكرة صممت لالتقاط صور مذهلة عن قرب وتشكل العدسة جزءا من مجموعة عدسات كانون الواسعة وتتوافق مع جميع كاميرات كانون بعدسة أحادية عاكسة رقمية فتسهل التقاط التفاصيل الدقيقة وختاما مشاهدين من صحيفة النهار اللبنانية تويتر تساعد الشرطة في الكشف عن الجرائم جاء في تفاصيل الخبر أكد دراسة جديدة أنه يمكن استخدام شبكة تويتر في الكشف عن الحوادث الخطيرة قبل أن يتم إبلاغ الشرطة وأسهمت تلك البيانات في مساعدة الباحثين على تحديد المكان الذي وقعت فيه الأحداث في وقت قصير بالإضافة إلى التنبؤ بأماكن وقوع حوادث أخرى اشتركوا في القناة